وبصراحة أستاذة غادة هي جميلة يعني أنا خدت المود منها طبعا إحنا لما جينا نعمل بروفا أحيانا في المشاهد اللي بيبقى فيها مشاعر كده ما بنمثلش قوي بنبقى متفقين هيحصل واحد اتنين هنقف نقول الكلام ضرب النار هيبقى في الحتة دي هتقع هنا وما بنمثلش قوي هي فجأتني في المشاهد في التاك بقى نفسه آه الخضة بتاعتها وخدت منها أنا الحالة عشان تأدي كده عشان أقول كده اللي هو ما بين الموت وما بين برضو لطيف اللي هو بيحاول لي هو برضو لطيف حتى وهو بيموت يعني مصطفى درغام ده يعني الدور صعب شلل دماغي طلعت ازاي من الدور ده بعد ما خلق يعني دخلت له ازاي وطلعت منه ازاي دخلت له بالمذاكرة شوية ان أنا جبت كمية فيديوهات في دكاتنا كتير قوي أونلاين بيتكلموا عن مرضة شلل دماغي جبت يعني جبت لستة كده عن الشلل دماغي وما راح له وبدأت أشوف ايه المرحلة اللي تناسب شخصية شخصية مصطفى درغام لان مصطفى درغام في النهاية مريض شلل دماغي بس متجوز ومخلف طبعا فما ينفعش يكون من مرحلة الرابعة أو الخمسة مثلا ايوه صح فهو حصرني في منطقة انه يعمى من المرحلة الأولى يعمى من المرحلة التانية طبعا الممثل عندي خلاني ألعبه من المرحلة التانية ان المرحلة الأولى بسيطة جدا ايوه فانت عايز الدور مركب بقى انا عايز أقول انه ممثل برضو ايوه فانت عايز الدور مركب بسيطة جدا ايوه فانت عايز الدور مركب بسيطة جدا انا عايز الدور مركب بسيطة جدا